أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة برنامجكم الاقتصادية أرقام وأسواق نستعرض مع حضراتكم أداء أسواق الإمارات وآخر مستجدات الشركات والأعمال والحصات الأسبوعية لأسواق المال العربية والعالمية والبداية بأبرز العنوان اللون الأحمر يسيطر على أسواق المال العربية خلال جلسات الأسبوع تخصيص 12 سهما للفرد المكتتب في شركة بري سايت بسوق أبو ظبي النفط يسجل ومكاسب أسبوعية والستوقعات وقف الفيدرالي رفع الفائدة أهلا بكم من جديد والبداية من أسواق المال الإماراتية حيث أغلق سوق أبو ظبي المال منخفضاً بنسبة 0.49 من المئة عند مستوى 9500 نقطة بتدابلات بلغت قيمتها الإجمالية مليار درهم فاصل 51 مليون ومن أصل 59 شركة تم تدابلها أسهمها اليوم ارتفعت أسهم 15 شركة بينما انخفضت أسهم 35 شركة وبقيت 9 شركات على ثبات وعلى صعيد الأسهم المرتفعة زاد سهم بنك رأس الخيمة الوطنية نسبة 11.50 ليغلق عند 5 دراهم فاصل 14 بينما ارتفع سهم رأس الخيمة للدواجن بنسبة 3.20 ليغلق عند درهمين فاصل 26 كما أغلق سهم أدنك للغاز بي أل سي مرتفعاً نسبة 2.39 ليغلق عند 3 دراهم بينما انخفض سهم شركة أبوظبي الوطنية للمواد البناء بنسبة 9.94 يغلق عند 0.16 درهم أما في سوق دبي المالية فقد أغلق المؤشر العام منخفضاً أيضاً بنسبة بلغت 0.42 من المئة عند مستوى 3.349 نقطة بتدولات بلغت قيمتها الإجمالية 196 مليون درهم ومن أصل 33 شركة تم تداولها اليوم ارتفعت أسهم 13 شركة بينما انخفضت 19 شركة وبقيت شركة واحدة على ثبات وارتفع سهم شركة الخليج للملاحة القابدة بنسبة 4.60 ليغلق عند درهم كما ارتفع سهم السوق دبي المالي بنسبة 4.13 ليغلق عند درهم فاصل 26 وأيضاً ارتفع سهم أصرف عجمان بنسبة 3.15 ليغلق عند درهم فاصل 31 بينما أغلق سهم من كتبية الإسلامية منخفضاً بنسبة 5.61 عند 5 درهم فاصل 21 وننتقل إلى الحصاد الإسبوعية فعلى مستوى الأداء العام للأسواق العربية فقد سيطر اللون الأحمر على معزم مؤشرتها خلال جلسات الإسبوع وسجل المؤشر الرئيسي للسوق المصري إيجي إيك 30 خلال الأسبوع ارتفاعاً بنسبة 6.15 وجاء سهم شركة لسكو مصر في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بنسبة 19.89 بينما تصدر سهم الإسماعيلية مصر للدواجن قائمة الأسهم الأكثر انقفاضاً بنسبة 11.72 وأما من دولة الإمارات فقد أغلق مؤشر سوق أبوظبي المالي على تراجع بنسبة 1.43 وجاء سهم أبوظبي الوطنية لمواد البناء في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بنسبة 13.13 بينما تصدر سهم الجرافات البحرية الوطنية قائمة الأسهم الأكثر انقفاضاً بنسبة 10% كما أنهى مؤشر سوق دبي الأسبوع على انقفاض أيضاً بنسبة 0.6% وجاء سهم الفردوس القابدة في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بنسبة 15% بينما تصدر سهم اكتتاب القابدة قائمة الأسهم الأكثر انقفاضاً بنسبة 9.80 بينما أغلق المؤشر العام للسوق السعودي تاسع على ارتفاعاً بنسبة بلغة 4.25% وجاء سهم شركة الكثير القابدة في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بنسبة 10% فيما تصدر سهم السقر للتأمين التعاوني قائمة الأسهم الأكثر انقفاضاً بنسبة 9.95% فيما أنهى مؤشر سوق الكويت الأسبوع على تراجع بنسبة 0.34% وجاء سهم شريع الكويت القابدة في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بنسبة 8.93% بينما تصدر سهم شركة الاستثمارات الوطنية قائمة الأسهم الأكثر انقفاضاً بنسبة 5.60% وعلى صعيد مستجدات آخر أخبار الشركات والأعمال أفاد مستثمرون قاموا بالاكتتاب بأسهم شركة بريسايت لحلول الذكاء الاصطناعي فأن نسبة التخصيص التي حصلوا عليها قاربت 0.32% من الأسهم التي طالبوا شرائها وكانت بريسايت قد قفضت عدد الأسهم المخصصة للمقتتبين من شريحة المستثمرين العاديين الشريحة الأولى لصالح المستثمرين المحترفين الشريحة الثانية وبدأ الاكتتاب بيوم الاثنين من خلال طرح 32% من رأس المال الحالي بسعر طرح درهم فاصل 34% ومن المتوقع إدراج وبدء تداول أسهم شركة بريسايت في سوق أبوظبي الأوراق المالية في 27 من مارس الجاري أما على مستوى السلع فقد تبينت أسعار الطاقة والمعادن النفيسة والعملات الرقمية أيضا وهبطت أسعار النفط بنسبة بلغة 3% فاصل 20 يسجل سعر العقودة الفورية لخامت برينت 73 دولارا فاصل 53 لربرمينة الواحد وتراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة إلا أنها تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية وسط التكهنات بأن الاحتياطية الفدراري ربما يقترب من إنهاء رفع الفائدة أما على مستوى المعادن النفيسة فقد ارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم يسعد سعر المعدن الأصفر بنسبة طفيفة بلغت 0.4% عند 1996 دولار للأوقية وارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم في ظل تقييم المستثمرين لتلميحات البنك الفدراري الأمريكي بشأن توقف محتمل في مصار رفع أسعار الفائدة وعلى صعيد العملات الرقمية فقد ارتفعت عملت البيتكوين بنسبة بلغت 1.61% لتغلق فوق مستوى 28 ألف دولار وصعدت البيتكوين خلال تعاملات الجمعة متجاهلة الكثير من المخاوف سواء في السياسة النقضية أو زيادة النشاط التنظيمي ضد العملات المشفرة فضلا عن الاترابات المصرفية عزاء المشاهدين انتظرونا بعد الفاصلة مع ضيف أرقام وأسواق الأستاذ عبدالله فراج رئيس قسم التحليل الفني بشركة تايكون لتداول أوراق المالية للحديث عن أداء الأسواق العربية والعالمية انتظرونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كل عام انتم بخير برحب بحديك على قناة أزهري ببرنامج أرقام وأسواق أهلا بحديك في البداية أستاذ عبدالله وقبل أن نستفيد في الحديث أو التحليل الفني ما رؤيتك لبورصة مصر بشكل عام الفترة الماضية يمكن لاحظنا أن هي تدني أحجام السيولة الفترة الأخيرة ما رؤيت حضرتك صحيح حضرتك أصرتي مقطة مهمة جداً السيولة وأحجام التداول السيولة وأحجام التداول هي عامل مهم جداً جداً بنستخدمه في التحليل الفني عندنا لو لاجينا لاحظنا في ربع الأول من عشرين تلاتة وعشرين شوفنا ارتفاع في مؤشرات البورصة لكن زي ما حدثكم قلت السيولة انخفضت أحجام التداول انخفضت فده كان مؤشر سلبي وده اللي احنا نوهنا عليه في تقاريرنا في تقارير شركة تايكون لكن كمان خلينا نقول أن احنا حذرنا من أن احنا في ضعف في الاتجاه الصعود الحالي بنشهده من بداية العام عشرين تلاتة وعشرين والسبب في كده انضعف أحجام التداول الكلام ده بيختص به المستسمة متوسط المدى بالنسبة للإيجيكس تلاتين فهنا بنلاقي ضعف في أحجام التداول الإيجيكس تلاتين بيسعد وفي المقابل الناحية التانية أحجام التداول بتنقفض وكمان المؤشرات الفنية بتنقفض فبالتالي فيه هنا ضعف أو فيه انحراف سلبي يعني انحراف سلبي يعني الإيجيكس تلاتين بيسعد أو الأسعار بتسعد وفي المقابل الناحية التانية أحجام التداول بتنزل وكمان المؤشرات الفنية بتنزل أو مش موافقين على الصعود اللي بتعملوا الأسعار أو بيعملوا الإيجيكس تلاتين وكان نتيجته في خلال الفترة اللي فاتت بالأخص خلال من أسبوع أو أسبوعين شفنا هبوط قوي جداً هبوط شافته الأسهم بشكل مفاجئ وبشكل سريع ووصلت نسبته كمان تتخطى العشر والخمساشرة في المية في بعض الأسهم خلينا نعرف محددات أكثر أستاذ عبد الله تحليلك الفني للمؤشر رئيسي إيج إيج ثلاثين والحقيقة بالنسبة للإيج إيج ثلاثين زي ما لو نحن نكلم عن المدى المتوسط بالنسبة للمستثم المدى المتوسط احنا بالفعل كنا وصلنا لمنطقة مقاومة عند السبعتاشر ألف سبعمائة خمسة وستين وكنا قلنا أن المنطقة دي هي عبارة عن منطقة زي ما احنا شايفين هنلاقي إن الإيج إيج ثلاثين فيه سهم بالأزر صاعد لكن أحجام التداول زي ما احنا شايفين تحت بتقل كمان شايفين المؤشرات الفنية بتنزل فدم علامة من علامات الضعف في الاتجاه الصاعد القوي اللي شفناه من القاع اللي احنا عملناه من عند منطقة الثمانتلاف وخمسمائة خلينا كمان نقول إن كانت نتيجة الكلام ده كله إن احنا هبطنا بالفعل وصلنا لمنطقة اللي 14 ألف وابعمائة خمسة وعشرين وشفنا منها ارتدادة لأعلى لكن قبل ما نتد منطقة دي شفنا الانقفاض القوي اللي شاهدته بعض الأسهم بشكل كبير خلينا نتكلم الأول نقول على المدى المتوسط إن الأسعار أو بعض الهبوط القوي اللي شافته وشافه الـ EGX30 ممكن نشوف ارتدادة الأعلى الارتدادة الأعلى دي هي بنعتبرها بشكل مبدئي هي ارتدادة تصحيحية لأعلى يعني هي تصحيحية؟ يعني بعض الهبوط القوي اللي شافه الـ EGX30 ممكن بالفعل نشوف ارتدادة الأعلى وثم نعاود الهبوط مرة تانية نعاود الهبوط مرة تانية بالفعل نعاود الهبوط مرة تانية بعد الهبوط القوي اللي احنا شفناه ده هيتأكد إمتى؟ هيتأكد لو كسرنا الدعم بتاعنا 14 ألف ومتين كمان خلونا نتأكد من حاجة في الارتداد الحالي أحجام التداول زي ما حالك كنا بنكلم في بداية الكلام السيولة بتضعف برغب من أن الـ EGX30 بيعمل أحجام التداول عالية جدا لكن في النهاية بنلاقي أن الأحجام التداول ضعيفة بشكل كبير ده يوضحه بالنسبة للأحجام التداول بشكل كبير بالنسبة لنا وماذا عن المؤشر السبعيني؟ المؤشر الـ EGX70 نفس الفكرة بتاعت مؤشر الـ EGX30 المؤشر الـ EGX70 شفنا فيه ارتفاع كبير لكنه وصل لمنطقة مقاومة الـ EGX70 خلينا أقول لحضرتك في الفترة الأخيرة وصل لمنطقة مقاومة اللي هي عند منطقة القمة التاريخية اللي عملها قبل كده عند الـ EGX73 على المدى المتوسط عندنا الـ EGX70 وصل لمنطقة مقاومة الـ EGX73 وقبل ما يوصل لها نفس الفكرة أحجام التداول بتقل ضعفة في المؤشرات الفنية كان نتيكتو هبوط قوي في مؤشر الـ EGX70 خلينا نكسر مجموعة من الدعوم المتتالية في أسبوع واحد اللي هو الأسبوع اللي مش اللي احنا فيه دلوقتي اللي قابليه على طول وصلنا فيه لمنطقة الألفين و500 وده مستهدف هبوط أول بالنسبة لمؤشر الـ EGX70 عنده مستهدف هبوط تاني عند منطقة الـ 2182 لكن برضو خلينا نتكلم نقول أن الارتداد الحالي نحكم عليه أنه هو ارتداد ولا صعود من خلال أحجام التداول لو أحجام التداول ارتفعت يبقى احنا بنصعد ولو شفنا تزايد كمان خلال الأسبوع القادمة لو لقينا أن أحجام التداول مستمرة في الانقفاض يبقى برضو ارتداد تصحيحي ثم معاودة الهبوط مرة أخرى يمكن تابعنا أستاذ عبدالله قرار الفدرالي الأمريكي برافع الفائدة ما توقعاتك لقرار البنك المركزي المصري الحقيقة هو البنك المركزي المصري هو عموما رفع الفائدة من الفدرالي الأمريكي بيضع الاقتصادات الناشئة زي الاقتصاد المصري في مأزق لأن الماديونية عندنا بالنسبة للديون وغدين قروض طبعا وكمان القروض دي لما بنعلي الفائدة مرة تانية نحاول نصارع الدولار الحقيقة عندنا زي ما نشايفين الدولار في العقود المستقبلية وصل 40 جنيه فنحن نتكلم أنه في ضغط للاقتصاد المصري بالنسبة لرفع الفائدة من الفدرالي الأمريكي على أي حال أتوقع أنه قدامنا حلين اتنين طبعا تخفيض أمر غير متاح إطلاقا في الفترة الحالية عندنا حلين إما التذبيت وده سيكون التذبيت الثاني أو سيكون نرفع الفائدة لو رفعنا الفائدة برضو ستكون بالنسبة لنا في المقابل ستكون فيها صعوبة شوية برضو بالنسبة للمديونيات الشركات في ضوء المتغيرات الحادثة أخيرا أين توجد الفرص داخل البورصة؟ والميزة؟ أنا هقول لها أريدك فضل الحقيقة طبعا إحنا شفنا الاقتصاد المؤشر صعد وبقوة خلال الفترة اللي فاتت كان إيه سبب الصعود؟ هل هي انتاجية الشركات ولا هل هو انقفاض الجنيه في الأساس؟ هو في الأساس انقفاض الجنيه رقم اثنين انتاجية الشركات لكن النصيب الأعظم انقفاض الجنيه يبقى ندور على الشركات اللي بتتعامل بالدولار أو بتصدر فيها نسبة تصدير عالية ان الشركات دي هي دي اللي بتجيلها دولارات من بره فبالتالي التأثير ارتفاع الدولار بالنسبة لها إيجابي مش سلبي طيب من الشركات اللي زي كده هنلاقي مثلا عاسى بيلي المثال قطاع الأسميدة عندنا أبو إيه للأسميدة عندنا حديد عز عندنا في بعض القطاعات أو الشركات بالفعل بتستفيد جامد جدا لما بينخفض الجنيه لما بينخفض الجنيه بترتفع الأسعار دي زي ما شفنا حديد عز بارح عمل قمة تاريخية جديدة على سبيل المثال برغم من الحالة السلبية العامة اللي في السوق لكن حديد عز عمل قمة تاريخية جديدة تي الشركات اللي اتأثرت بالإيجاب اتأثرت بالإيجاب بالزبط هي بالإيجاب وبالسلب الحقيقة على حسب القروض زي ما احنا عارفين الأمور المالية دايما فيها الإيجاب والسلب كل القرار بيأثر في ناحية بشكل إيجابي لكنه عن ناحية الأخرى بيأثر بشكل سلبي زي على سبيل المثال سهم حديد عز بيأثر على نسبة التصدير وعلى سهم أبو إيرد الأسمدة وعلى أسهم تانية كتير سيدي كرير هللاقي أسهم مبكو وحتلاقي فيه أسهم كتير الحقيقة بينبهى نصيب جيد جدا من الارتفاع في القفاض الجنية لكن في الأسعار الأسهم أقصد فبالتالي عندنا القصة كلها بتنحصر في إيه؟ بتنحصر في أن نحصر الأسهم دي اللي بتتأثر إيجابي بالقفاض الجنية ودي اللي حيكون لها تأثير أو تأثير أكبر من باقي الأسهم فيه أسهم زي ما شفنا في أول انقفاض الجنية أو أول تعويم زي ما بنقول عندنا شفنا فيه بعض الأسهم بالعكس انخفضت بعد الجنية متعوم أو شفنا انقفاض لقيمة الجنية شفنا بعض الأسهم انخفضت اتأثرت بالسلب اتأثرت بالسلب صحيح أي نعم جت بعد كده بعد الدفعة الأولى من الأسهم صعدت وعملت سعود قوي جات هي في الدفعة الثانية أو الثالثة تقريبا زي ما احنا تعرفين في حالات الصعود الأسهم ما بتطلعش كلها مرة واحدة وده برضو الضعف الصيولة لكن خلونا نقول في دفعة سعدت وبشكل كبير بعدها تلتها دفعة ثالثة الدفعة تانية وبعد كده تلتها الدفعة الثالثة ودي اللي شفنا فيها الانقفاض الأخير في أسهم الإجليك السابعين تحتنا أستاذ عبد الله يمكن اللافت رغم تحرك أسعار الصرف إلا أن الأجانب لم يعودوا حتى الآن للسوق بقوة ما أسباب ذلك بوجهة نظرك؟ وماذا بيحتاج السوق لعودة الأجانب من جديد؟ الحقيقة طبعا هو السبب الأساسي طبعا ضعف في أمور في الاقتصادية لسه ليهم تحفظات عليها وكانت واضحة في طلبات صندوق النقد الدولي ده بالنسبة للعودة مرة أخرى المرة الأخيرة اللي شفنا فيها عودة للأجانب كانت على استحياء كانت ساعة تعويم الجنيه لكن خلونا كمان نقول على حاجة طول ما سعر الصرف مش سابت وطول ما فيه سوق موازي الأجانب دايما هيكونوا متخوفين من العودة إيه سبب التخوف؟ التخوف النهاردة أنا بحول الدولار بتلاتين جنيه ببيع الدولار بالمصر بتلاتين جنيه عشان أدخل السوق المصري عملت نسبة ربح جيدة وجيت أخرج من السوق المصري عايز أحولهم تاني للدولار أرجع أشتري الدولار ألاقيه مثلا مثلا على سبيل المثال ده كلام وهمي يعني بخمسين جنيه يبقى ساعتها أنا خارج خاصران مش خارج كسبان الحقيقة فرق السعر العملة أكل المكسب بتاعي وفي الآخر خارج خاصران فبالتالي طول ما فيه سوق موازي وطول ما فيه سعرين صرف للدولار وطول ما فيه عدم تزبزه أو فيه تزبزه قوي لسعر الدولار لازم نسيب الدولار ياخد حريته المطلقة مرة واحدة لأن دايماً احنا بنحاول نسيطر عليه طول ما احنا بنحاول نسيطر عليه طول ما هو دايماً بيعد يرتفع مرة تانية السوق الموازي يجب التضرب عليها بإيد من حديد لأن السوق الموازي بيعمل مشكلة كبيرة جداً للاقتصاد والمواطن البسيط بشكل عام. للسوق الموازن. أستاذ عبدالله استأذنت نطلع فاصل قصير. ثم نعود لتحليل أسواق المال الإماراتية والعالمية. انتظرونا. اشتركوا في القناة أستاذ عبدالله خليني أبدأ مع حضرتك أو ننتقل إلى أسواق المال الإماراتية وابدأ من سوق الإمارات. ما رؤيتك لبورصة أبو ظبي خلال الخمسة جلسات الماضية أو الأسبوع المنقضي؟ الحقيقة هو سوق أبو ظبي بقاله فترة بيشهد بعض عمليات الضعف. الضعف دي لا أسباب منبعها أو مصدرها من المدى المتوسط. لو شفنا مؤشر أبو ظبي على المدى المتوسط هلقين هو سعد بنقاع كورونا عشرين واثنين وعشرين سعد بنسبة مئتين واثنين وعشرين في المياه. نسبة صعود قوية فيه مؤشر أبو ظبي كمان خلونا نقول إن مؤشر أبو ظبي وصل لمنطقة قمة أو بدأ في الفترة الأخيرة بدأ يشهد بعض عمليات الضعف يعني إيه بعض عمليات الضعف؟ كنا بنتكلم قبل الفاصل على الانحراف السلبي يعني إيه حراف سلبي؟ يعني مؤشر الأبو ظبي بيصعد وبيشوف عمليات ارتفاعات لكن في المقابل الناحية التانية المؤشرات الفنية بتشهد عمليات ضعف وبتشوف هبوط فبالتالي ده بيكون له أثر أو تلوي تأثير على مؤشر أبو ظبي خلال الفترة اللي احنا شايفينها حاليا. حاليا مؤشر أبو ظبي عنده منطقة مقاومة بنقدر على المدى المتوسط ساعتها بنقول إنه عنده منطقة مقاومة عند العشر تلاف خمسة وتمانين طيب عايزين نقول حاجة برضو قبل ما ننسى. المتوسطات المتحركة بالنسبة لمؤشر أبو ظبي على المدى المتوسط مؤشر أبو ظبي على المدى المتوسط. شفنا عمل تقاطع إيجابي. التقاطع الإيجابي ده كان في قاع كورونا عشرين عشرين وبعد كده شفنا أول تقاطع سلبي اتعامل فيه خلال شهر مارس الموجود اللي احنا شغالين فيه حاليا عند أول تقاطع سلبي أول تقاطع سلبي بعد ارتفاع 225% أو 222% وبعد ارتفاع 3 سنين أو سنتين تقريبا فبنعتبر ده علامة سلبية على مؤشر أبو ظبي خلال الفترة الحالية. يعني إيه علامة سلبية؟ علامة سلبية يعني ممكن نشوف فترة تصحيحية لمعاودة له الصعود مرة أخرى. طب المناطق بتاعته اللي احنا بنتكلم عليها اللي ممكن تروح يزورها. هيكون عندنا مناطق دعوم اللي عندنا العشرة تلاف التسعة تلاف مية خمسة وخمسين. دي منطقة الدعم الأولى دي منطقة الدعم الأولى ومنطقة دعمه مهمة جدا حقيقة. ليه منطقة دعمه مهمة؟ لأن كسرها لتحته الإغلاق الأسبوعي أسفلها بيفتح المجال قدام مؤشر أبو ظبي أنه هو يشوف مزيد من الهبوط يودين لمنطقة 8465 ومنطقة 8000. زي ما احنا شايفين على الشاشة قدام حضراتكم الدائرة اللي باللون الأخضر التقاطع الإيجابي للمتوسطات المتحركة وبعد كده شفنا باللون الأحمر التقاطع السلبي اللي عملته فيها 20-23 المتوسطات المتحركة مش كده وبس وكمان بنشوف السهم المرتفع على أعلى مؤشر أبو ظبي بنشوف فيه اتفاع أو مؤشر أبو ظبي بيحقق قمم أعلى من بعضها لكن لما نجي نبص تحت على المؤشرات الفنية هنلاقي أن المؤشرات الفنية بتعمل قمم متنقصة معنى كده أن المؤشرات الفنية مشي في اتجاه معاكس تماما لحركة مؤشر أبو ظبي وده من علامة من علامات الضعف وده السبب الحقيقي للضعف اللي احنا شايفينه خلال الفترة الحالية ومتوقع كمان نحن نستمر في الضعف ده لكن حيقابلنا الدعم المهم اللي هو باللون الأزرق ده دعم محوري اللي هو 9155 زي ما كنا بنتكلم لأنه ده ممكن نرتد من عنده بالفعل لو ارتدنا من عنده هنروح فين هنروح عند منطقة 10,085 مش كده وبس لكن كسر التحت أو كسر الأسفل يودينا منطقة 8,465 كمنطقة دعم أولى خلينا نقف من حداتك أكثر أستاذ عبد الله تحليلك الفنية لسوق دبي المالي على مدار الخمسة الجلسات الماضية الحقيقة برضو بالنسبة لمؤشر دبي مؤشر دبي احنا شفنا برضو فيه نفس الفكرة بس على اختلاف بسيط الحقيقة ليه بنقولك على اختلاف بسيط لأن مؤشر دبي شفنا فيه الحقيقة ماشي باتجاه عرضي خلال الفترة الحالية مؤشر دبي شفنا ان هو برضو بنفس الفكرة لكن على أداء أفضل شوية شفنا مثلا مؤشر دبي في الفترة اللي فاتت مازال ماشي في اتجاه عرضي ضيق جدا الاتجاه العرض ضيق ضيق ده محافظ عليه ومحافظ على الدعم بتاعه اللي هو 3,275 زي ما احنا شايفين على الشاشة قدام حضرتكم شايفين فيه خط اتجاه صاعد بالخط المتصاعد باللون الأزرق كل المؤشر دبي ما بيوصل عنده بيشوف نسبة ارتفاع أو بيشوف من عنده ارتفاع خلونا نتكلم على نقاط مهمة في المؤشر أول حاجة هنتكلم عليها 3,275 زي ما احنا شايفين 3,275 كمنطقة عرضية هي كانت شغالة مع مؤشر دبي قبل كده زمان كانت شغالة معاك منطقة مقاومة لكن لما اخترقها الأعلى وارتكز أعلىها اشتغلت معاك منطقة دعم وكانت منطقة دعم قوية الارتداد منها أمر منطقي لأن احنا دلوقتي حاليا مؤشر دبي عند دعمين مش دعم واحد الدعم الأول هو دعم خط الاتجاه الصاعد اللي احنا شايفينه فيه بالماء اللي أعلى في مؤشر دبي وكمان عندنا الخط العرضي أو الدعم العرضي 3,275 دعم مهم طيب لو ارتدينا من عنده هنتدد هنروح فين هتكون عندنا أول منطقة مقاومة ومقاومة مهمة وقوية كمان منطقة 3,500 هي لها بعد كده القمة التاريخية 3,750 طيب خلينا نتكلم عن وجهة النظر الأخرى لو كسرنا الدعم لو كسرنا الدعم 3,175 ساعتها هيكون عندنا الدعم برضو ودعم مهم الحقيقة 3,059 3,059 دعم مهم لسبب واحد لأنه طبعا استكمال والكسر الأسفل بيفتح المجال أنه نشوف فيه مزيد من الهبوط يودينا للـ 2,620 وده بتعتبر مسافة كبيرة في مؤش دبي يبقى خلال الفترة الحالية ننكز على دعمين مهمين جدا الـ 3,275 والـ 3,059 أستاذ عبدالله في ضوء التحليل الفني لسوق أبو ظبي ما نصحتك للمستثمرين داخل السوق على المدى القصير والمتوسط المدى القصير والمدى المتوسط لو كان بالنسبة لسوق دبا السوق أبو ظبي السوق أبو ظبي لما بنيجي نتكلم عليه هنلاقي أنه عندنا على سبيل المثال طبعا الحزر في الوقت الحالي ليه الحزر خلينا نتكلم على حاجة مهمة جدا مراحل مراحل صعود السوق مراحل صعود السوق دايما بتبدأ من القعان ودي مش هنتكلم عليها لأننا ما بنشتغلين فيها حاليا بعد كده بناخد مرحلة اسمها مرحلة الصعود القوي مرحلة الصعود القوي بنشوف اتفاعات قوية وتفاؤل من الجميع وتفاؤل مستحق وعلى حقيقة الصعود ده بيتبعه في النهاية مرحلة صغيرة كده اسمها المرحلة التصريف مرحلة التصريف بيكون ثقة ثقة المتعاملين في السوق في غير محلها يعني المرحلة دي بتكون فيه مرحلة ضعف بيحصل زي ما كنا بنتكلم فيها انحرافات سلبية بيحصل طبعا قلنا يعني انحرافات سلبية معناها المؤشر بيطلعوا وعلى ناحية التانية الاحجام التدول بتقل عن ناحية التانية المؤشرات الفنية بتنزل فدي من علامات من علامات الضعف مرينا بالمرحلة دي مرينا فعلا بالمرحلة دي سواء في اسواء المصرية او في السوق المصري او حتى في اسواء العربية كمان ممكن ان احنا بنتكلم عليها في المرحلة الحالية نبدأ بتخفيف المراكز الجزئي يعني ايه تخفيف المراكز الجزئي يعني لو شفت ارتفاعات بابدأ اخفف المراكز بشكل جزئي لحد لما الدعوم اللي احنا اتكلمنا عليها لو اتكسرت لتحت نبدأ ننتقل من عملية تخفيف المراكز لتوقعنا ان احنا ممكن نشوف مزيد من الهبوط ساعتها نرجع نشتري باسعار افضل بالنسبة لمؤشر ابو زبي تحديدا انتقل مع حضرتك استاذ عبدالله للأسواق العالمية هل بتتوقع ان يتوقف الفيدرال الامريكي عن رفع الفائدة اسيما في ظل عدم تحمل بنوك عديدة للفائدة المتوقعة والحقيقة الموقف عندهم اصعب كتير ما احنا متخيلين لان الحقيقة للسول الامريكي زي ما احنا عارفين احنا بشكل عام هو وصل في مرحلة فعلا محتاج يعني لما نيجي نتكلم على السول الامريكي ممكن جدا التضخم زاد بشكل كبير بس التضخم عندهم غير تضخم عندنا التضخم عندهم زائر يعني ناتج عن الرواج بمعنى اي استاذ عمدد يعني فيه توظيف زيادة فيه نشاط في الاقتصاد بشكل كبير يعني هم هدفهم دلوقتي في السول الامريكي او في الاقتصاد الامريكي هم يخفضوا عدد العاملين يبدأ الناس الهدف كله ايه ان احنا نبدأ نخف نسيطر على التضخم التضخم ده ناتج عن الرواج وعن ان الناس بتشتغل ومسك الفلوس في ايديها فبتبدأ الانفاق بيزيد فده بيعلي الاسعار هم دلوقتي عايزين خل يعملوا ايه عايزين يسيطروا على الاسعار فالاسعار دي طبعا بيكون بالنسبة لهم بيفرحوا جدا لما عدد الوظيف بيقل او لما مشوف عدد عدد طربات الاعانة بتزيد فده معنى كده ان دي حاجة ايجابية بالنسبة لهم فخلونا كمان نتكلم نقول ان المتوقع ان احنا نرفع السعر الفايدة مرة تانية موارد جدا لازم لازم التضخم يقل التضخم هو الآفة اقتصادية عندهم مرض اسمه اسمه التضخم طول ما تضخم موجود لازم ناخد العلاج العلاج ترفع السعر الفايدة دايما عشان خطر نبدأ نتخفض التضخم بالزبط ما توقعات حضرتك لمستقبل المعدن الأصفر الزهب كما نزق امن هل بتتطفق ان كل العوامل بتؤدي لمواصلة صعود الفترة المقبلة الحقيقة هو الزهب برضو في مناطق صعب عليها اللي تتخطيها اول مرحلة او اول منطقة هي منطقة الالفين دولار منطقة الالفين دولار عند الدهب هابط منها بنسب كبير جدا طبعا هل هي مقاومة قوية او مقاومة ضعيفة على حسب تعامل الاسعار في الماضي معها يعني منطقة الالفين دولار قبل كده شوفنا منها نسب هبوط قوية جدا في السقس في الدهب الاصفر كمان لما نيجي نتكلم على القمة اللي عملتها الالفين خمسة وسبعين المنطقة دي برضو بتعتبر بالنسبة لها منطقة مقاومة بشكل كبير يبقى احنا داخلين على منطقة متوقعة منها لانقفاض بالفعل الدهب في الفترة الحالية متوقع لانقفاض هل هو متوقع مفتوح لا طبعا في حدود لو الاسعار تخططها لأعلى ساعتها التوقع ده بينتفي ونبدأ نستبنى نتبنى نظر أخرى معاكسة تماما للواقع او الالفين وخمسة وسبعين المنطقة دي بالنسبة له منطقة مقاومة متوقع لعودة للهبوط مرة أخرى يعود لمنطقة حوالين الالف الالف وثمتمائة دولار ده على المدى المتوسط والطويل ان شاء الله ان شاء الله شكراك جدا أستاذ عبدالله بنشكر الأستاذ عبدالله فراج رئيس قسم التحليل الفني بشركة تايكون لتداول أوراق المالية شكرا جزيلا وحضر بسا حسين مشاهدينا الكرام بشكركم لحسن المتابعة وإلى لقاء الأسبوع القادم مع أرقام وأسواق تحياتي لكم مريهام الدويك دمتم في أمان الله